مصر تعلن بدء تصدير أجود منتجاتها للمغرب وكندا لأول مرة البطاطس بتاعتنا هتروح المغرب وفراولتنا هتروح كندا بشرة حلوة من وزير الزراعة المهندس القصير وقال فتحنا أسواق جديدة لمنتجاتنا المصرية الرائعة البطاطس المصرية هتخزوا موائد المملكة المغربية لأول مرة ده كله بفضل جهود وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا ودعم المزارعين المصريين مصر بتصدر أكتر من 2.2 مليون طن منتجات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأول من السنة دي صادرات الزراعية هي تاني أكبر مصدر للدخل القومي لمصر من النقد الأجنبي كل ده رغم الظروف الصعبة مصر بتكافح وبتنجح ربنا يكرم مصر ويبارك إن شاء الله في صادراتنا ويعني نصدر لمزيد ومزيد من الدول الشقيقة والصديقة بإذن الله أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ترجمة نانسي قنقر